السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن سيد الوصين السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحواطهم على الإسلام أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زيد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل وألحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم اللهم إني تعرضت لزيارة أوليائك في كربلاء رغبة في ثوابك يا الله ورجاء لمغفرتك وجزيل أحسانك فأسألك أن تصلي على محمد وآله الطاهرين وأن تجعل رزقي بهم دار وعيشي بهم قار وزيارتي بهم مقبولة وحياتي بهم طيبة وأدرجني إدراج المكرمين واجعلني ممن ينقلب من زيارة مشاهد يا حبائك مفلحان منجحا قد استوجب غفران الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب إنك أهل التقوى وأهل المغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين